النفس مفطورة على حب من أحسن إليها فكيف لا تود من الإحسان كله من عنده إنه الله الرحيم الودود واسم الودود يحتمل أن يكون بمعنى الواد أي المحب ويحتمل أن يكون بمعنى المودود أي المحبوب فالله هو الودود المحبوب الذي يستحق أن يحب الحب كله وأن يكون أحب إلى العبد من سمعه وبصره وجميع محبوباته وهو المحبوب في قلوب أوليائه لما يتعرفونه من كثرة إحسانه إليهم وكثرة عوائده عليهم فهو المستحق لأي ود فيعبد ويحمد وهو الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ويحبونه قد امتلأت قلوبهم من محبته ولهجت ألسنتهم بالثناء عليه وانجذبت أفئدتهم إليه أودا وإخلاصا وهو الواد لأهل طاعته الراضي عنهم بأعمالهم والمحسن إليهم لأجلها والمادح لهم بها وهو الذي يتودد إلى عباده بأنواع النعم الظاهرة والباطنة فمن عرف أن الله هو الودود أحبه من كل قلبه وأحبه لداته قال شيخ الإسلام ابن تيمية وليس في الوجود ما يستحق أن يحب لداته من كل وجه إلا الله تعالى ومن عرف أن الله هو الودود عبده وحده بحب وإخلاص وأقبل على العبادة بحب ونشاط قال ابن القيم إذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل فأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله ومن ود الله وأحبه وجد السعادة الروحية في الدنيا قبل الآخرة قال شيخ الإسلام ابن تيمية وليس للقلوب سرور ولا لدة تامة إلا في محبة الله والتقرب إليه بما يحبه ومن أحب الله ووده بادر بالتوبة إليه قال تعالى واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود أيذ محبة لمن أناب وتاب إليه يوده ويحبه ومن أحب الله ووده ما ود أحدا إلا لله وفي الله قال الله عز وجل وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِي وَالْمُتَجَالِسِينَ فِي وَالْمُتَزَاورِينَ فِي وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِي وَالْمُتَحَابِّينَ فِي وَالْمُتَحَابِّينَ فِي ترجمة نانسي قنقر